خلال بعثتها في جات السكرتيرة الفراعية لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية وبناء السلام السيدة مارت بوبي أدرجت في جدول أعمالها زيارة المجلس الوطني الانتقالي حيث استقبلها رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور هارون كابادي وأثناء لقائها مع رئيس المجلس تناولت مارت بوبي إمكانية دعم منظمة الأمم المتحدة للبلاد في هذه المرحلة الانتقالية وأكدت بعد خروجها من اللقاء أن المنظمة تهتم بنشر السلام والتعايش السلمي وأن جات تسعى إلى تنظيم الحوار الوطني الشامل الذي يعتبر خطوة مهمة في تحقيق السلام والمصالحة بين الأطراف المتنازعة وأشارت بأن منظمة الأمم المتحدة ستعمل بجانب الحكومة الجادية لنجاح الحوار الوطني الشامل وضمان التداول السلمي لسلطة وتحقيق التنمية في هذه المنطقة رافق السكرتيرة الفرعية في هذه المقابلة الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس المكتب الإقليمي للمنظمة بدول وسط إفريقيا السيد فرانسوار لونيني